سيوسف بوعبون دايما في سياق الحديث حول العمال والطبقة العملية أكيد الجارية الجزائرية المقيمة في الخارج هي أيضا معنية بهذا العيد كباقي عمال العالم لو تكلموا مثلا على فرنسا لا يمكن أن نعزلوا أكيد أنه خليني نقول قلب الجالية مع الجزائر ولكن هي الأخرى عندها واقع ما عيش في البلدان التي تعيش فيها شفنا مثلا في فرنسا وش حدث وما زال يحدث حول قانون تقعد خليني نقول الجالية الجزائرية العاملة في فرنسا كيف شراهي اليوم في دل هذه التطورات نسبت واحد ما نهنئ كل العمال الجزائريين في الداخل والخارج ونتمنى لهم استحقاقات أحسن وخاصة في هذا الفضاء السياسي الجديد اللي يعطي يمكن إيجابيات للعامل وارتفاع حتى في الأجور في الداخل لتقوية السوق المحلية والاستهلاك اللي يرفع من الاقتصاد احنا كجالية كبيرة جزائرية بفرنسا نعيشوا أحداث الدولة الفرنسية ونطالبوا بالحقوق كالفرنسيين لأن حق التقاعد حق اللي يعطى لكل شخص بدون النظر لجنسيته لأن حق نقابعه مالي تبقى لكن الجالية بعيدا على ما يقع في فرنسا القلب النابض اللي لازم للجزائر تستغله وخاصة في هذه الأوقات اللي الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على الدول وصارت بطاقة هذه الأزمة تتلعب وما نشاهده في السودان من حرب هي حرب اقتصادية انتقلت من مكان لما كان نحن الجزائر الحمد لله عندها حصن عندها نخبة عندها جبهة خارجية غير مستعملة وانتمنى إن شاء الله في الأيام القادمة تكون الدولة عندها رؤية أحسن وتهيئ نفسها لمشروع ما نسميه مشروع الكبير للجالية الجزائرية بالمهجر يعني تشوف بلي أنه اليوم الجالية الجزائرية خلينا نقول وشنه هي الأولويات اليوم بالنسبة لازم تتنظم هي يعني خلينا نقول نسبة مئوية أنه هي تتحمل في التنظيم وعلى الدولة أيضا أن ترافقها في هذا السياق وين يكون هناك مشروع للجالية يعني واضح المعالم الجالية ليست شيء جديد بالنسبة للدولة الجزائرية منذ الاستقلال والجالية موجودة في العالم منذ الاستقلال لم نجد حل لهذه الجالية وهذه الجالية اللي يعتبروها الأجانب والاقتصاديين مخزن وخزان وبنك للثروة والمعلومة الجزائر يمكن همشتها لكن اليوم الجالية تفرض على الجزائر أن تشوفها تكون عندها رؤية أخرى على الرؤية الماضية اللي كانت تشوف الجالية مجرد عدد للانتخابات أو مجرد أعضاء أو نخبة للفريق الوطني الجزائري لازم نخرجوا من هذا الشيء الجالية اليوم لما نقرنوا الجاليات الأجنبية ناخدوا المصرية ناخدوا النيجيرية ناخدها التونسية ونشوفوا الدخل اللي الدعم بها الخزينة العمومية ناخدوا مقارنة بسيطة نيجيريا 37 مليار دولار للخزينة العمومية مقابل أربع ملايين مهاجر نيجيري في العالم ولما نشوفوا بالنسبة للمدخول الجزائريين ودعمهم للخزينة نلقوا 1.6 مليار دولار لما يقارب 8 مليون جزائري في الخارج هل الجزائر مستعدة أن تستثمر برؤية رابح رابح مع الجالية نتاعها أو تنظمها وتخليها هي اللي تقوم بالواجبات والفائد المالي اللي راح تدعم به الخزينة العمومية إما بمشاريع لأولاد الجالية في الوطن إما لأشياء أخرى للوطن بحاجة لها اليوم احنا على أبواب موسم التصيفي إذا قلنا ندعم السياحة الداخلية لازم تكون عندنا رؤية كم عدد أولاد الجالية اللي راحين يدخلوا للجزائر إذا اليوم شفنا عادة التذاكر المباعة وعادة الطلب نلقوا بأن عادة الطلب يتعدى خمس مرات عادة التذاكر المباعة نقوله هل الجزائر مستعدة لاستقبال أولادها أي جزائر اليوم يقدر يطرح سؤال للقنصل العام ولا للسافير ولا حتى الوزير يقوله أنا جزائري عندي خمس أولاد وحب جاي للجزائر نزور زيارة مع أولاتي وش راح تجاوبي تقوله فول كومبلي ما عندناش تذاكر تكون الجزائر اليوم عليها وعلى عتقها وخاصة في هذا الفضاء السياسي الإيجابي اللي فتحه عبد المجيد تبون منذ وصوله للحكم نقول بأن للجالية أن تنحي على غبرها وتستعد في مشروع اللي يرفع من التحديات الجبهة الداخلية اللي تصبح عندنا جبهة خارجية الدافع للوطن والدافع خاصة في الفضاء الاقتصادي اللي هو في صالح الوطن وفي صالحها وضحها سيوسف بابوش